السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العاد السادس من بيم عربية والغلاف مميز. قلت من سورة مدينة تتحرك مع كلمة بلوها العربية. نشكر طبعا بفريق العمل المجلة. احنا مش كاتبين كلهم بس يعني كاتبين اا الاكتر رس شاركو في البراجعة والاعداد. اللي افتحها كتابها المهندس احمد داطفي بيتكلم على القراءة والكتابة والرسم. وعلاقاتها بزمزجة معنوات البناء. بعدها في مقالة تعريفية بفوائد البيم. طبعا نفكتر جدا بس نذكر نابزة سريعة جدا. بعدها في مقالة مهمة لمهندس اياد الحاج سعيد. والناس المتخصة جدا في ادارة المشاريع والبيم وتقدير التكلفة. فهو بيتكلم في الجزء بتاع تقدير التكلفة وحزاب الكميات. زي البيم ممكن يفتني في الموضوع دوت. بعدها في مقالة عن ادارة الجودة في نمزجة معنوات البناء للمهندس محمد محسن الكامل. هي مقالة ممتازة. نحن لازم عشان نعمل ادارة الجودة في بعض المعايير المعينة لازم نتركز عليها زي لدى المستهلك. في حيث ان احنا في اخر المشروع نعمل نفس الحاجة المطلوبة مننا. وفي بعض النقاط المهمة جدا في ادارة الجودة وبتكلم فيها. بعدها في مقالة للمهندس السهرة من الاشهر عن تصميم راكم ملاعب مركز هنغشوه اليولومبي. فاتها زي كيستادي. وبعد كده مقالة عن البيم والبرمج متوحة المنظر. مراجعة متوحة المنظر فكرتها انها بتكون شرفة الكود موجودة لأي حد مبرمج عايز تطور فيها وغالي ما بتبقى مجانية او بسعر رمزي اللي عملها استلمان استلمان اللي هو دوت. فاحنا بنقش اهم البرامج وبالذات البرامج اللي خاصة بالبهم فمسلا زي الاف سي ويب سيرفر هما اغلبهم حاجة خاصة بالاف سي اللي هو اصلا الاف سورس. ما فيش برامج اللي عملاقة اللي نفس الاركاد وبنسورس بس في بعض الحاجات بتبقى بتعمل اجزاء معينة او بتساعد في بعض الحاجات زي مثلا فري كيد ده من اكبر برامج اللي شفتها بس طبعا ما قدرش قرنه بصراحة بالبهم وحاجة كده ده برضو برنامج اسم كونسول بتقدر تحمله وتحمله مجانا وبلاش وكل حاجة ودي بعض الاسئلة اللي وصلت لنا فبدأنا نجاوب عليها مقالة المهندس عمار طوم دي تكمل المقالة اللي تنشط في فيقوة الخامس اللي تلميحات سريعة كده في موضوع الريفت سهل الشغل هذا كده مقالة الفر بين المهندس محمد عبدالعز عبدالكريم اللي تعتبر الاتنين واحد اللي مهندس محمد عبدالعز عبدالكريم بابل لا هي الفاكرة مشكلش في التعارضات لا هندخل بقى في المهندس محمد مالك مونير ودي ورقة من أوراق أوتو ديسك بتوضح لك لو انت عايز تتبنى البيم هتعمل ايه في مقالة لدكتور حمزة الفيتزا المشرف كيف يمكن التكنوجيا تسير على العمالات التجارية وتعزي الابتكار هي رسالة الدكتورة بتاعته في الابتكار في سنعة البناء وخاتمة بنتمنى ان احنا ندم حاجة لوطننا حاجة تكون مفيدة ان شاء الله نبدأ ان نعرف الناس ببعض بش فكرة بش فكرة نشر فكرة البيم فكرة ان احنا نرتقي وتتطور نفسنا وتطور ونتطور مع بعض باسن الله واي حد عنده قلم قد يفيد يبعتها لنا وموك ما كونش خاصة بالبيم بتقلل الفبه بيننا وبين الغرب ان شاء الله